هل نظرت يوما في المرآة؟ هل تأملت في حسن هيئتك؟ واعتدال قوامك بالنسبة لسائر المخلوقات؟ إنه من تكريم الله تعالى لك وإنعامه عليك قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا قال ابن جريج فضلناهم في اليدين يأكل بهما ويعمل بهما وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك فالإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها منظرا قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومن تكريم الله لبني آدم أن خلق أباهم آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته ومن تكريمه لهم أن سخر لهم مخلوقاته يستفيدون منها ويتنعمون بها قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن تكريمه لهم أن منحهم العقل الذي يميزون به بين النافع والضار والحق والباطل فالعاقل هو الذي يتبع الحق ويجتنب الباطل ومن تكريمه لهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه فيها الهدى والنور قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ومن تكريمه لهم أن جعلهم أهلا لأمانة التكليف فكلفهم بشرعه وخاطبهم بأمره ونهيه واصطفى منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلى ابن آدم أن يشكر نعمة ربه الذي كرمه فيؤمن به ويعمل بطاعته قال تعالى وكما أكرمه الله بحسن الخلقة فعليه بحسن الخلق فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أما من كفر بالله تعالى وجحد نعمته فقد أهان نفسه وحرمها التكريم الخاص من الله تعالى لأهل الإيمان قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء